في أعقاب أنباء عن هجوم أوكراني على نقطة تفتيش حدودية في منطقة بيلغورود الواقعة في غرب روسيا قال حاكم المنطقة فياتشي سلاف غلادكوف إن الوضع على الحدود مع أوكرانيا صعب لكنه تحت السيطرة وبعدما تحدثت قنوات روسية على تيليجرام عن الهجوم قال غلادكوف في بيان موجز إن القوات الروسية تسيطر على الوضع داعيا إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للمعلومات وكانت قناة على تيليجرام مرتبطة بأجهزة أمن روسية ذكرت أن نحو 500 جندي أوكراني شنوا هجوما على نقطة تفتيش حدودية في منطقة نخوتيفكا لكن موسكو طردتها منها بعد أن كبدتها خسائر وأعلن قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيسكي الثلاثاء أن قواتهم ما تزال تتقدم في منطقة كورسك وأنهم سيطروا على مئة بلدة ونحو 1300 كم مربع وبينما بيلغورود المتاخمة لمنطقة كورسك ومناطق حدودية أخرى في حالة تأهب قصوى منذ أن قامت أوكرانيا بتواغل مباغت قبل ثلاثة أسابيع واستولت على أجزاء من الأراضي الروسية اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الولايات المتحدة بالتورط في هجوم كورسك من دون تقديم دليل على دعائه وبالتزامن مع استمرار الهجمات الأوكرانية على المناطق الحدودية في روسيا وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رفائل جروسي إلى محطة كورسك للطاقة النووية التي قالت موسكو إنها تتعرض لهجمات الأوكرانية وفي تصريحات صحفية أكد جروسي على ضرورة عدم تعريض سلامة وأمن المنشآت النووية للخطر تحت أي ظرف وأن اتهام وتركيز وكالة الطاقة الذرية ينصب على سلامة وأمن جميع محطات الطاقة النووية من جهة أخرى قال مسؤولون أوكرانيون ثلاثاء إن روسيا شنت سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الليلة الماضية على كيف ومناطق أخرى وذلك غدات أكبر هجوم من نوعه للقوات الروسية في هذه الحرب وذكر مسؤولون إقليميون أن شخصين قتلا عندما دمر فندق في مدينة كريفيريه بوسط أوكرانيا فيما قتلا ثلاثة أخرون في هجمات بطائرات مسيرة على مدينة زابوريجيا الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا